براب براب برراب أهلا نسلسل أهلا نسلسل نادانا أهلا نسلسل معكم نحكي قصتنا هي قصتكو براب 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 برراب براب برراب قصة هون وضحكة هون حلم بيكبر وسع الكون بكرا عم يستنانا يستنانا بكرا عم يستنانا يستنانا أهلا نسلسل نادانا أهلا نسلسل أهلا نسلسل أهلا نسلسل لن تصدق يا ريشة ويا حسون كم أنا سعيد برغبتيكما في تعلم العزف على العود أنا أتذكر تماما حين تملكتني الرغبة نفسها وبدأت تعلم العزف على العود وأنا حديث السن ما رأيكما بأن تجرب عزف هذه النغمة تليرين 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 بللن بللن بلن ببام أين بلبل؟ هل تعرفان أين هو يا صديقي؟ لقد أحضرت آلة عود هدية له وكنت أرغب في إخباركم جميعاً عن تاريخ هذه الآلة الجميلة كرغور، على شو عم نتدور؟ أنا عم بدور قلبو صلتاتي مش ملاقيها وما بقدر أكون سندباد من دونها سندباد؟ بيه سندباد؟ معقول قصده سندباد، طبع أسس ألف ليلة وليلة؟ طيب كرغور، منقدر نساعدك؟ اه 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 احكي لك امشكلها هي دائرية، اه؟ وفيها سهم بيقشر عالشمال تمام، دائرية، وفي عليها سهم بيقشر عالشمال طب حنساعدك تمام؟ يلا 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 دور دور يا جال شايفشي؟ لا مانى شايفش لقيتها ههههه ليتا! 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 هم؟ شو شو ورجيني هاي هي البوصلة وهلَّق صُرت بقدر أسافر لبعيد بس بس قبل مسافร جر limit فيك تحكي لنا مين هو السينديBeat بالأول؟ ه هه أنا هو السينديBeat وأنا بزور أماكن مدهشة وببحر في المحيطات؟ والبحار يعني أنت بحار؟ صحيح أنا أفضل بحار في العالم طيب حكي لنا من وين أجيت أنت يا بحار؟ أنا أجيت من بغداد في الإراق والكل هناك بيحب وبيعرف قصصي ومغامراتي اتشرفت بمعرفتك سندبات إحنا هون من حي أحلا سمسم صح ونحنا كمان منحب حينا كتير 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 مقدر نشاركك في مغامراتك الرائعة يا سندبات؟ أه 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 بس بالأول احكولي أنتو شاطرين بالإبهار؟ أنا بقدر أغني أغاني عن مغامراتنا وأنا بقدر أرسمهم بشكل كتير حلو كتير حلو أنا سندبات بحب يكون عندي أصدقاء موهوبين مثلكم وبشرفني إنكم تكونوا معي على سفينتي يلا نروح نستكشف أماكن جديدة ممتاز ممتاز يلا يلا نروح اتشاح الشمال من من هون من هون؟ من هون ممتاز يلا لا لا أحزا لا أحزا كمان؟ مم شو؟ من هون من هون دخلي دخلي يلا دخلي يزا يزا أهلا 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 يا بلبل إننا نتمرن على العزف على آلة العود وكنت أرغب بمشاركة معلومات قيمة عن هذه الآلة المميزة معكم هل تعلمون أن آلة العود من أقدم الآلات الموسيقية؟ وتحتوي على إثني عشر وطرا أو أربعة عشر وطرا وأن كلمة العود تعني الخشب وقد طورت آلة العود على مر السنين حتى أصبح هناك أنواع عدة من الأعوات مثل العود السوري والعود المصري والعود العراقي كالذي أعزف عليه الآن آه جميل جدا أنت الآن ترغب بتعلم العزف على هذه الآلة المميزة سأعلمك لا تقلق أنا حقا أحب آلة العود وأشعر بالفخر لأنني أتقن العزف عليها فهي جزء من ثقافتي ومن هويتي هل تعلم يا بلبل أنني تعلمت العزف منذ الصغر؟ وقام جدي بتعليمي أنا وإخوتي معا من المهم أن نكون فخورين بأنفسنا وبهويتنا وبتراثنا اسمي داني عمري سبع سنوات انتقلنا أنا وعائلتي حديثا إلى بغداد من الموصل أنا سعيد جدا لأننا نزور صديقي الجديد علي اعتاد علي وعائلتهم أن يلعب لعبة المحيبس في رمضان اسم اللعبة يأتي من كلمة محبس أنا لم ألعبها من قبل وعدني علي أن يعلمني هذه اللعبة أنا متحمس جدا أخبرني علي أن أحد الفريقين يخفي المحبس ويحاول الفريق الآخر العثور عليها يبدو أن المحيبس لعبة ممتعة للغاية أهام وأهم شيء إذا كان لدي المحبس والفريق الآخر حزر خطأا فيجب أن أصيح تم تشكيل الفريقين فلنبدأ اللعب والآن لنرى إذا كان بإمكانهم أن يحجروا مكان المحبس واضح أنه ليس سهلا جيب المحبس هذه هي المرة الأولى التي نلعب فيها لعبة المحيبس ولقد أحرزنا نقطة كان لعب المحيبس ممتعا وفيه تحدي في نفس الوقت أنا سعيد لأنني تعلمت لعبة المحيبس مع صديقي علي مرحبا يا أصدقائي حان وقت كلمة اليوم هل بإمكانكم أن تحذروا ما الكلمة التي أفكر بها؟ نعم فلنحاول معا حسنا سأعطيكم ثلاثة مفاتيح للحل هل أنتم جاهزون؟ هل تدل على حيوان؟ أم نبات؟ أم جماد؟ تدل الكلمة على نبات هذا هو مفتاح الحل الأول وإليكم المفتاح الثاني إنه فاكهة ولونه أحمر وجدت الحل؟ وجدت الحل؟ إنها طماطم محاولة جيدة استمعوا جيدا إنه نبات وهو فاكهة ولونه أحمر أما المفتاح الأخير فيه بذور صغيرة وطعمها لذيذ والآن هل حذرتم الكلمة؟ لقد وجدتها إنه رمان نعم أحسنتم لقد استخدمتم مفاتيح الحل جميعها لتحذروا كلمة اليوم رمان من شيء قديم لشيء جديد حاجات بتعملها بالإيد عندك حاجات محتاجها استعملها هتستفيد ما تخليهاش بنفسك أعملها بنفسك سلمة 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 ها جرجور خير شكو آني وريد مساعدتك زين محتاج مساعدة بشنو؟ آني جرجور وريد أسوي مفاجأة لجد نور أريد أسوي لها وردة مميزة لعديقتها زين آني عندي فكرة حلوة هواية لوردة جد نور شنو هي؟ حنسوي وردة مثل هاي آه ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو كل قباغات البطل اللي نقدر نجمعها واو جد هواية القباغات أنا أجمعهم من زمان هواية أمود أسوي مشروع مثل هذا يلا نبدأ يلا نبدأ الخطوة الأولى حنحتاج نرسم الوردة على قطعة الكارتون باستخدام الألوان إي بس ما تنسون ترسمون الساق والأوراق همينة ها يلا نا 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 هسا راح نبدأ بتلوين الوردة هنرسم الساق والأوراق الساق والأوراق الأوراق والساق ممكن نستخدم أي شي حافتها مستقيبة لرسم الساق وهسا الخطوة الثانية هنرتب القباغات حسب الألوان آه أنا أعرف أسويج يلا قل لي شلون الحط الأخضر هنا صحيح والأحمر هنا القباغات الحمر هنانا صحيح الخطوة الثالثة هنلزق القباغات الملونة على الوردة والساق والأوراق هنستخدم الصموخ لازم ما ننسى نلزق على الساق هسا بعد ما لزقنا كل القباغات خليناهم ينشفوا ترى الوردة صارت جازة ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو لفكرة أكو مشاريع هواية تقدرون تسويها بالقبغات ممكن تسوون فراشة أو قارب بس لا تنسونا المرة الجاية تشاركونا على ودنا نتعلم سوية شغلات جديدة هيا بنا نتعرف عدد اليوم ترى مانا سنعد اليوم نظارات دعونا نعد كم نظارة توجد على الجدار هيا يا أصدقائي فلنبحث ونعد معا واحد اثنان ثلاثة أربعة أحسنتم يا أصدقائي وجدنا أربع نظارات على الجدار عدد اليوم هو أربعة أهلا سنسن لا 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 أهلا سنسن معكم نحكي قصتنا هي قصتكو أحسنتم يا أصدقائي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة